أوضح وزير التنمية المحلية هشام أمنى بأن رعاية مصر للمبادرة العالمية للصمود العمراني المستدام تتوافق مع توجه الدولة المصرية للارتقاء بالعمل البيئي والمناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 حيث شارك في جلسة خاصة بالمرونة الحضرية المستدامة على أهمش قمة المناخ في شرم الشيخ أكد هشام أمنى إطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال الأيام الماضية وأكد كذلك دعم مصر لجهود الدول في التكيف والتصدي لأثار التغييرات المناخية ولعل أنه صباح اليوم تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ووجودنا لإطلاق المبادرة العالمية للصمود العمراني مع المستدام وذلك خلال اليوم الحلول بمؤتمر المناخ خير دليل على أن استدامة المدن بشكل عام ودمج البعد البيئي في عملية التنمية هو الحل الأكثر جدوى وفعالية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد لمواجهة أثار التغيير المناخي وذلك من خلال تحقيق حوكمة العمران وتطوير قدرات الإدارات والأجهزة المحلية وكذا زيادة التنافسية على المستوى المحلي وقدرته على جذب الاستثمار وتحسين حالة البيئة للمدن مما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين ومن الجدير بالذكر أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتوافق بشكل كامل مع المبادرة الدولية للصمود العمراني المستدام التي نشهد إطلاقها اليوم حيث تركز المبادرة المصرية على تكامل أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة في البعد البيئي والبعد العمراني والبعد الاقتصادي وكذا البعد الاجتماعي المتمثل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ برامج على المستوى المحلي للتحسين البيئي والعمل المناخي كما تعمل المبادرة على اشتراك القطاع الخاص ورفع الوعي البيئي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأمان وتهدف المبادرة إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة وإبراس دور المدن والتنمية المحلية الحضرية في المساهمة على النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي وفي التعامل مع تغير المناخ وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن المصرية القائمة وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات تحقق التنمية المستدامة بها جغرافيا وقطاعيا ومتبعتها من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومربوطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلي والأجندة الحضرية الجديدة ترجمة نانسي قنقر